هناك عاملين أساسيين اليوم للفراغ الرئاسي بلبنان الأول هو عامل محلي والتاني هو عامل دولي بالعامل المحلي عم نشوف أن هناك انقسام كبير جداً بين الفرقاء السياسيين بين حزب الله ومؤيدي حزب الله وبين معارضي الحزب يلي هني على الرغم من اتفاء على معارضة حزب الله إلا أن هني مجموعة غير متناسقة من قدماء 14 أزار إلى مجموعة الاعتدال إلى نواب التغيير كل هذه المجموعات غير متفئة بين بعضها لبعض وهي ما قدرت أول مرة لوصلت ميشيل المعوض ولا قدرت تتوصل اليوم ولا قادرت توصل حتى بعدين جهاد أزعور بالمقابل حزب الله تمسك ومازال متمسك بمرشح وسليمان فرانجي وهي دي مشكلة لأن الفريقين منهم قادرين يوصلوا المرشحين تابعهم ولكن الفريقين قادرين وحتى بانقساماتهم قادرين أنهم يعطلوا أي انتخاب مؤبل لرئيس الجمهورية الاتفاء اليوم على اسم ثالث هو إرادة أو طلب من حزب الله أن يتخلى عن المرشح تابعه حتى هذه الساعة هذا شيء منه متوفر وحزب الله لو تخلى عن مرشح اسليمان فرانجي وهذا شيء منه متروح ممكن يروح على مرشح قريب من اسليمان فرانجي أما إرادة الآخرين أن يروحوا على مرشح ثالث فحتى الآن المرشحين يلي ممكن يكونوا وسطيين هن قلال جدا وقصم منهم هو من العسكريين الحاليين أو العسكريين السابقين ولكن حتى الآن ما في أي بوادر أنه يوصلوا لهالنتيجة هذه لأنه الانقسام بالبلد انقسام عمودي وانقسام شبه متساوى يعني ما حدا قادر يأمن لا ال86 نايب ولا حتى ال65 نايب الأكترية المطلقة بمجلس النواب بالعامل الدولي لبنان اليوم هو بالتلاجة يعني ما في أي حدا يعطي أولوية للبنان خاصة بوجود المشاكل الإقليمية اللي عم بتلف بالمنطقة كلها وطحية لبنان وخاصة الحرب اليوم الإسرائيلية على غزة هايدي الحرب ومستقبل الحرب على غزة هو مؤثر وعامل أساسي بوقف كل الحلول اللي ممكن تطلع وتخص لبنان بالتالي لللاعبين الأساسيين مهتمين وهناك يعني خلينا نقول اللجنة الخماسية اللي كانت مهتمة وما تزال مهتمة ولكن هي من دون أي فعالية تذكر يعني تلبننت اللجنة الخماسية وبالتالي صارت كمان هي عم تمشي على إقاع أحداث المنطقة واللاعبين الأساسيين وطبعا عم نحكي نحن عن الأمريكيين هم اللاعب الأساسي ووراهم عم نلاقي الفرنسي من دون فعالية تذكر الاتحاد الأوروبي من دون فعالية تذكر جامعة الدول العربية من دون فعالية أيضا كل هاودي اليوم هني نطرين شو بدي يصير برفح الأخطر هو بعد اقتحام رفح ممكن لبنان يدخل كمان بمنعطف خطير جدا بحرب شاملة مع إسرائيل والأرجح أنه إسرائيل هي رح تاخد المبادرة لأنه عندها مشكلة حتى الآن بأمن شمالها وبعودة أكتر من مئة ألف من مستوطنينها بقرى ومستوطنات الشمال ويلي هني تقريبا حوالى 43 مستوطني وقرية وبالتالي هناك صعوبة لإعادتهم وإسرائيل بحاجة أنه تأمن لهم أمن تيرجعوا وهيدا الشي بيعني وبشكل كتير كبير أنه إسرائيل ممكن تاخد المبادرة وتطعموا الحرب مع لبنان وهيدا الشي رح يأخر كمان مرة جديدة الانتخابات الرئاسية بلبنان